المباراة بشكل عام مباراة الآلي والزمالكة والزمالك والآلي شفتها ازاي والله انا شفت المباراة فيها شغل خطط الناس شافتها بالحالة الحماسية والتشجيعية ان هي متوسطة المستوى انا شفت ان الشغل الخططي كان فيها كبير جدا من اتنين مدربين قدر جميز مدرب ناند الزمالك يتفوق على نفسه على كولر في ان ازاي يعلم لعبة الزمالك ابني الهجمة اطلع تحت الضغط ازاي اشتغل من عمك الملعب وبقلب الملعب بشكل كبير عشان اوصل لمرمى النادي الاهلي فاسرع وقت ممكن ازاي وده قدر يتقررنا الزمالك كتير فانت شفت ان المباراة كان فيها تفوق من جوزي جميز طبعا بشكل كبير جدا حتى مع تغييراته حتى مع تغييراته انما اللي ساعد كل الاحداث انها تمشي لصالح جميز في التسعين دقيقة كان كولر اللي بتهيأ لنا ان جميز اما ياخد المكافأة هيقسمها هو وكولر الاتنين مع بعض من نص انت شايف ان كولر هو اللي اهدى المباراة للزمالك ما اهدهاش بنسبة كبيرة انما كان ليه دور انه هو بداية التشكيل ما كانش افضل حاجة للنادي الاهلي تغييرات كولر عجبتك ولا التغييرات عجبتني بس متأخرة ورأيينا ان التغييرات اللي كانت تتعامل في المباراة هو ده التشكيل اللي كان ممكن يبدأ بي بس ده ده تغييرات مع بداية الشهو التاني اه ماشي بقى انا اقدر انا النهاردة عايز اقول حاجة مهمة ان النادي الاهلي لعب اربع مباريات في الدوري بعد التوقف في الافريقي اه الاربع مباريات في الدوري اخد منهم اربع بونت اه هم اتناشر بونت اه خسر من البنك الاهلي اه اربعة تلاتة اه اتعاد كسب زد واحد سفر اتعادل مع اين بي اتنين اتنين خسر من زمالك اتنين واحده فالاجمالي هنا ادخل فيه 8 اهداف وده عدد كبير في النادي الاهلي اللي في اربع مباريات في الدوري يخش فيه 8 اهداف